اشتركوا في القناة معنى ادقه هو اهتمام حقيقي من كل الناس الصحافة شاشات التلفزيون الازعات بالمناسبة الدولة كلها على بعضها مهتمة جدا باللعيبة بتوعنا او الرياضيين بتوعنا اللي في دورة العاب البحر المتوسط فيه اهتمام شديد الوضوح طيب اتنين تعال نشوف الرياضيين بتوعنا في البحر المتوسط عملوا ايه الرياضيين بتوعنا الحقيقة راجعين لنا بميداليات زي الفل تلاتة اصبح في عندنا بطلات كبيرات زي بسانت على سبيل المثال بسانت حميدة بسانت حميدة بتواصل مشوار وسلسلة انجازات اكتر من رائعة في منافسات العدو الجاري يعني في دورة البحر الابيض المتوسط او ضحة بحر متوسط المقامة في وهران في الشقيقة الرائعة الجزائر طيب بسانت بقى عاملت ايه لحد دلوقتي اتنين دهب في البطولة ما شاء الله ما شاء الله بعد ما كانت هي المتسابقة المتصدرة لسباء متين متر جاري عدو باللغة العربية الفصحة طيب الزمن بتاع بسانت حميدة قد اتنين وعشرين سانية سبعة واربعين جزء من مية بسانت حققت بالمناسبة رقم قياسي في سباء المتين متر في دورة الالعاب البحر متوسطية وهران الجزائر بسانت كانت قبلها يعني قبل بتاعة المتين متر خدت الزهبية بتاعة الميت متر في زمن قدره احداشر سانية وعشر اجزاء من مية زي ما انتم شايفين قدامكم الصورة بسانت ترفع عالم مصر زي ما بترفع معاها رصيد مصر لاربعين ميدالية متنوعة حداشر زهب اتناشر فضة سبعتاشر برونز المصريين حصدوا مجموعة من الميداليات ما شاء الله حدث ولا حرك اللي جابوا الميداليات جايبين ارقام زي الفل بالموضوع دي لقطات يعني من السباء اللي كانت بتشارك في بسانت جد عجبني بالمناسبة اللقطة بتاعة بسانت لما قامت بتقبيل ايد جزاء واحنا مجتمع اعتاد انه مثلا نقبل يد الكبير انا ببوس ايد امي حتى هذه اللحظة ببوس ايد خلاني حتى هذه اللحظة يعني تيجي تقولي بس اصلا خد بالك بقى احنا عندنا نوعية كده في ناس ماركت ايه نحن لا نقبل الايا دي فتلك عادة مش عارف اتت من يا عم انا حر يعني انت هتقول انا حر دي علاقتي بامي وخلاني اللي هم ابهاتي بمعنى اكثر دقة بالنسبة لي يعني فانا ببوس ايديهم ادي كل القصة طيب وبالمناسبة تقبيل اليد في العادة المصرية هو تقبيل الامتنان يعني لما بتروح تبوس ايد ابوك ايد امك ايد جدك ايد جدتك ده الامتنان التقدير احساس بانه انتو عملتولي كل حاجة وقدمتولي باديكو الحياة فتحتولي الدنيا فبنزل اواطي ابوس اديهم اللي هو شكرا لليد اللي فتحت لي مسالك هذه الدنيا كله بامر ربنا سبحانه وتعالى مفيش خلاف ولا اختلاف حتى كله بامر الله بس فهذه السيدة الفاضلة باسة ايد جزء طلعلك بقى وبتبوس ايد جزء ليه ثم ان الرجالة هي اللي تبوس ايد السيد يعني ايه يعني عايزة ليه هيت مسئده هو يمسئده هم احراري عم انت ايش اخششك ودي حاجة حقيقي غريبة جدا انت مالك والله العظيم او يجي يقولك مثلا ايه والله على رأيه احمد خالد صالح قالك وانتو مالكو حد بسأله يقوله مش عارف مرتك بتعمل اكل قاله انت مالك ودي حياتنا بتعمل اكل ما بتعملش اكل حلو وحش هندي مهنة يعني فانت مالك فعلا انت ليه طول الوقت البني ادم اللي مالوش علاقة بالموضوع داخل في قصة او في علاقة واحد ومراته ست وجزء فردت الحقيقة رد رائع قالت لانه تعهدني برعاية ابوية شوف هنا بقى برضو يعني بسانت الحقيقة طلعت مش بس رياضية متفوقة او ما بينقصين فائقة تحقق الزهبيات ما شاء الله عليها لا ده طلعت بترد ردود عشرة على عشرة قالت تعهدني بالرعاية الابوية يا سلام يا سلام حاجة 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 بجد رد زكي جدا من رياضية فائقة نتمنالها بإذن الله سبحانه وتعالى انها ترجع لنا بكل الدهب اللي في باريس ان شاء الله في اولمبياد ده 24 بإذن الله وقدها وقدود هي وكل الرياضيين المصريين اللي راجعين من الجزائر بإذن الله لما هيطلعوا على فرنسا هيرجعون بدهب دهب 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 عرأيه استاذ طريق علام ربنا يديله الصح فاكرين انتم كلام من دهب 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 كنت أحب البرنامج ده بالمناسبة البرنامج ده مخفيفة واسئلة كده ولطافة ومحبة مع الناس يعني احنا معنا بسانت على التليفون ازايك يا بسانت عاملة ايه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومبروك مبروك 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 ورفعتي راسنا ومش عارفين مشكرك ازاي الله يخليكي بسانت اولا زي ما بنقولك مبروك مبروك عايزين عايزين انا كنت لسه بتكلم بقول هو الناس ايه اللي دخلها في علاقة ما بينك وما بين زوجك العزيز انك تبوسي ايده ولا ما تبوسيهاش وقلت بسانت رد ترد غاية في الزكاء بصراحة يعني مش بس رياضية فائقة مش متفوقة يعني سيدة الأرقام القياسية لا ده سيدة الرد بمنتهى الزكاء قالت تعهدني برعاية أبوية انت جبتي الرد ده منين؟ لا حقيقة لا حقيقة ربنا يخليكم البعض ومش رد بحقيقة يعني ومع الناس ربنا يخليكم ومع الناس يعني مش ما بيشوفوه صغير اللي قدامهم يعني ده رد ينسلني فوق رأس بطراحة وعمل عشاني اللي ما بيتعملش وشالني فأصعب حالاتي وسنجلي وقفني لحد ما وصلت اللي أنا كي ده وشوف معايا مراحل مراحل متعبة جمدة يعني محدد تتحطف كل الناس بتتكلم فاستحقني أنا يعني أبوية يروحوش وحوش فوق دنالي تمام يا سلام سلم يا سلام سلم بقى لكم قد إيه سوى يا برسند مستمعك احنا مجوازوك فعلنا ثلاث سنين بس يعني احنا نعرف بعض من ثمين قوي ما شاء الله عقبار ما يبقى ثلاثمائة سنة يا ستة يمد في عمرك وفي عمره لا أصبعي خليك شركة اللي حادثك ولا أنا مبسوطة لا ده احنا اللي مبسوطين بك قوي انت الحقيقة ما خلينا مبسوطين وعندنا حالة زهو وفخر وسعادة وفرحة بالمناسبة وانت مستعدة بقى قولي للأولمبياد ده يا فرنسا ولا إيه ان شاء الله بإذن الله ده أكبر خطوة جاية بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنروح نجيب دهب ولا هنجيب دهب ورقم قياسي ان شاء الله هنروح نجيب البيت يصل لها والله يعني ان شاء الله زوجك رياضي يا بسانت اه هو كان بطل ممترو بطل عرب بطل أسروكي بطل ممت ممت بس هو حصلت له إصابات كتير وكده مناعته يعني يسود بيتو فمناعته هو يحمل فمن ساعته هو سجح لمجال التدريب على ثاني ساعتني وقت ما انا كنت افتنائي عامة فمن ساعته انا عارف النظام في مصر طول الوقت طول الأيام ضرورك اه طبعا من وقتها هو بياخد البرامج من المدرد بتاعي وبينمرني الساعة واحدة بالليل واحدة في الوقت اللي خلص كده وعايز أقول له حضرتك انك ممكن يعني يجري جنبي ويجري معي بس كده يعني حجب علي فهو من وقتها وهو يعني ده تجيب أصلا على ثاني يحاولوا ما يتعيدني يعني انتو كان بيمرنك وبعدين اتجوزته وبعدين فضل واخد باله منك حتى وانت رايحة البطولة وما بيتضيقش وما بيزهقش خالص خالص مع انه والله حسنا كانوا عايزنا بصراحة نتعاد بس هاملنا خالص خالص حتى هو والله مبسوط بنجاح يأثر معها مبسوطة و يعني ما فيش حد بينجح لوحدة والوضع تحت الرياضي ده يومه كله يمقى عبار عن نوض يتمرن وبيرجع البيت لازم يعني لباتهو قد تبديد أول الريكاثري والنوم بمعدنه عين وأطلب بنظام معين فاليوم بيبقى مجهد فبحتاج يفرح بيشين معاك الشيء لو يبقى حاسس انت فيه باللي فيك و وقادر يساعدك فهو يعني حقيقي يأمل كل ده يعني أصلحنا دلوقتي بني وبينك عاديم بنعرض اللقطة بتاعت هو رايح يقابلك عند السور الشبك وانت رايحانه وروح تيماسكة ايده بايساها مرتين ماتعوديوش على كده بقى والله يا بسطة عشان انت هتتسببي هتتسببي في مشكلة لكل الزوجات دلوق والله يا واحد يعني هتتلاحظا يعني ي serサيعوا انا اصل كتغفل ضيحت بيصور ده انا اخري باللي فيديو تبعاتي من الحد على المدردات عاود بعد المدينة انا معربت عن ان انا كتغفل ضيحت بيصور خالص لما كутت genere بيديووا ده والله يبكر است لي إن المس 서�عاد الثاني فا موانت نتعانم يعان production طيب انا كنت بقولي يا بسانت انه احنا nämlichهمphase في الحدن تحسين ان الدولة وقفة وراء أبطالنا اللي مسافرين الجزائر بشكل الحقيقة كسيف جداً ودعم قوي أنت لمستي دا عندك يا بسانت وانت رايحة البطولة أو أنت لسا بتجاهزي وبعدين السفر وبعدين وصولك للجزائر آه دا حياة نزل حدثك هم أصلاً جايبيننا الجزائر في تيارة خاصة ما شاء الله نتلعين البعثة كلها جايبيننا في تيارة خاصة على كل نيجي على طول داير نظر ما نفعب أو نتبهدل في المطار ونجعيننا برضو تصلت بسعات على تيارة خاصة ودعونا يا شبك وزير رياضة يعني أول بعد ما خلصت مميز متر على طول كلمني وهماني وقال لي من كل الدعم معايا وأي حاجة هحتاجها هيوسرها وكذلك الاتحال برضو فألا أهم بطرحة يعني ما كيش أي تقصير بأمانا يعني تقول بالتأكيد كمان كويس أنه الإعلام والصحافة مهتمين بيكو يعني شفتي كم الكلام سواء إذا كان في الإعلام مطبوع جرائد مواقع إلكترونية تلفزيونات يعني أنا أعتقد أنه في خمس تلاف حد بيدور على تليفونك وبيتصلوا بيك من وقتها ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي يعني أنا دي حاجة أنا دستاني لأن يعني كانت فيه كلام ده زمان في مزال صح يعني ما كانت فيه الوعي للصفاتة بتاع تلك الألعاب الفردية أن حد يبتهم أن يجي جلد كذا وده بيعمل كذا كان كلهم بس في الخورة ومعرفت ده وليلما إنما دلوقتي الألعاب الفردية فعلا أخرى تحققها في الإعلام والبرايد ويعني أنا تمكنني منفعلا بيبطل رن فحقيقي ده حاجة بصار ويكون بعينك نفس الوقت أنت بتعمل مجهود بتعمل إنجاز ومشل يعني راحك كان الأول لوحده هو اللي بتعمل الإنجاز صحيح يعني ما في كلها والألعاب نتعرف ما في الإنجاز ده هو إيه فهدو حاجة يعني عظيمة والله ترجعي بالسلامة إمتى على القاهرة؟ بكرة إن شاء الله أو رجل إن شاء الله توصلي بالسلامة توصلي بالسلامة أنت وكل البعثة بتاعتنا اللي راجع من الجزاية بإذن الله ألف ألف شكر أولا على المكالمة وألف شكر ثانيا على الدهب وألف شكر ثالثا على إمتنانك لزوجك العزيز وبلغي تحياتي عادر يوصل وأنا بذكر حضرتك جيد من جدان يعني على المكالمة الجميلة خالص واجبي خالص واجبي صدقيني واجبي وبعمله الحقيقة وأنا مبسوط وفرحان لأن إحنا بجد فخورين بك يا بس أنت حقيقي يعني ألف ألف شكر ليكي وربنا بإذن الله يرجعك بالسلامة ومبروك ليكي ومبروك لكل اللاعبين أو اللاعبة والأبطال والبطالات بتوعنا اللي قالتوا بس أنت ده لطيف جدا زمان ما كانش فيه الكلام ده أنتو خدتوا بالكو إحنا كان زمان أخرنا في الرياضة أخرنا يعني بالتأكيد نجوم كرة القدم ما اللعبة الشعبية الأولى في مصر وفي أغلب دول العالم تمام وطبعا عندنا بقى مثلا إيه نجوم السينما فمرحلة ما بدأ يظهر ما قد تطلق عليه نجوم الإعلام أنا ما بحبش التسميات دي بالمناسبة خالص الإعلام لا بد أبدا ما يكونش فيه أي شكل من أشكال النجومية لأنه دي مهنة صحفية بالأساس والمعيار فيها دايما المهنية والموضوعية والدقة والمصدقية ما فيهاش نجومية وكنا على استحياء من وقت للتاني حد ينور يعني أنا أتذكر كويس قوي بسكتبول كابتن متحة وردة صنع الألعاب الشهير زمان على أيامي بقى وانا صغلطت كنت أنا صغير وكابتن متحة وردة كبير يعني ما شاء الله ما دي له الصح فكنت أتذكر كويس قوي كابتن متحة وردة ففيه فترة كده كان إيه تم إلقاء الضوء على كابتن متحة وردة بس اللي هو كل فين وفين لما كنا يتم إلقاء الضوء على بطل رياضي دلوقتي إحنا لقينا نفسنا عارفين أسماء العدقين زي بسانت أسماء الربعين رفع الأسقال أسماء لعيبة الكاراتيه أسماء طبعا كرت القدم ده مما لا شك فيه أسماء كرت اليد تنس الطاولة سكواش وهكذا ولاد وبنات وكانت الألعاب الشهيدة على رأي زميلي العزيز مخرج نعطيه ألعاب محدش قواخ بباله منها ولا حد مركز يعني ألعاب فردية على رأيي بسانت مكانش حد مركز لأ ده أنا عايز أقولك كانت الألعاب الجامعية حتى بما فيها كرت اليد مكناش مركزين خالص النهاردة لا الوضع اختلف بالكلية بالكلية حاجة تانية خالص في حاجات كتير حصلة النهاردة في حاجة بالنسبالي كانت أكتر من رائعة جدا قاعد عمال بتابعها النهاردة من ساعة ما اتعملت التغطية الخاصة قاعد عمال مركز وعمال ببص بمنتهى الانبهار أنا من الناس اللي لربنا لما ربنا كده إيه بيكرمني كده مثلا ويجي لي إيه شغلانة حلوة كويسة أروح أعملها خطفة في لندن وارجع صور لي فيلم تسجيلي بتاع أجري حوار كلام من ده ببقى سعيد قوي فهمنا من الناس اللي حبت حبت السفر لانجلترا بصراحة مقدرش أنكر يا البلد حلوة كويس موقفي السياسي ده موضوع تاني خالص يعني لو قلته تبقى مشكلة كبيرة لكن مشكلة توفسد العلاقات لكن اللي عايز أقولهولك انجلترا حلوة أنا ما حبش لندن بالمناسبة يعني أنا حب بقية انجلترا المدن والضواحي والمدن الأصغر بالنسبة لي مزيكة لندن بالنسبة لي زحمة وهوسة ودوشة ودمها تقيل بالرغم أنه كل العالم يسموها the most vibrant city المدينة الأكثر حيوية في العالم المهم لندن فيها مكان مربع سكني كده مربع جغراف اسمه بادنجتون ده في أكبر محطة مركزية في لندن وأكبر محطة مركزية في انجلترا المملكة المتحدة بالكامل بادنجتون لازم تتفرج علي وانا كده رجل مصري طيب أدخل محطة دخلتها يا محطة مصر فعندنا في القهارة باب الحديد يا إما محطة مصر في اسكندرية يا إما محطة مترو الأنفاق في مدان التحرير آه غالبان أنا مسكين جدا أسافر يا عم على انجلترا وبطبيعة الحال أتجول في انجلترا كما يتجول الإنجليز اركب القطر واركب المترو وكده ميت فل و14 فبقيت بستخدم مكان دخلته امبهار بقى امبهار بادينجتون محطة مركزية يعني إيه محطة مركزية يا عم يوسف جبت بقى إيه أحمد خير يوبتا طوله صاحبي اللي عيش هناك فبقوله يا خيري إيه يا عم ده إيه بادينجتون ومحمود آه محمود أخو مراتي محمود الخولي أما طوله أنا 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 مبهور قعدوا يتحكوا يتحكوا على إيه والله عظيمة كلمكم جدا هذا الحوار ضرب جدا يعني يتحكوا على إيه قولي بص أصلا أنت ما شفتش قلت للمه أنا مش فاهم اللي أنا حوليه يسيبك من أنه المحطة كبيرة في بادينجتون وحيوية جدا مش مشكلة بس منظمة جدا فدي كانت أول حاجة بالنسبة لي اتنين ألاقي محطة القطر ومحطة المترو وموقف الأوتوبيس برة كله في مركز كده اسمه بادينجتون فأنت لما بتروح بادينجتون حضرتك عايز تاخد قطر تطلع به لأي من الضواحي الإنجليزية تطلع طب هتركب المترو بتاع الأنفاء ده علشان ياخدك وتتجول في مقطاعات وفي أحياء لندن المختلفة تفضل عاوز تركب تقفز في الأوتوبيس أهلا وسهلا مش بس الأوتوبيس أبدورين السياحي ده قصة تانية الأوتوبيس العادي المواطن العادي بيركبوا يعني كل ده بادينجتون طيب وطبعا زي زي أي مصري بيحلم لبلده بحاجة حلوة زي ما كنت بكلمك مبارح هو لو كلنا ما بنحلمش عندنا مشكلة ده احنا لازم نحلم ونحلم على أن يكون الحلم مصحوب بالعمل الحقيقي والدقوب انتجية وكفاءة خد بالك حلمت بس بيديو بينك أنا حلمت وقلت اه يحصل ايه متى ده اه بادينجتون مين يا عم قاعد يا عم قدام التلفزيون واتفرج على النهاردة محطة عدلي منصور المركزية النهاردة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي افتتح محطة عدلي منصور المركزية أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط وافريقيا قطار كهربائي ومترو وسائل مواصلات دي بادينجتون بتاعتنا أزيدك من الشعر بيت اخواني الانجليز ممكن يزعلوا مش قصة اخواتي المصريين والعرب اللي سمعيننا وبتفرجوا علينا دلوقتي واللي سفروا وراحوا على لندن واستخدموا بادينجتون عارفين انا بقول ايه دونة مبالغة راضي زمة واحد واحد دي ولا بادينجتون والله العظيم تلاتة دي ورحمة أبويا دي في الشكل والتصميم والفخامة والعراقة واخد بالك بقى من الحاجات المحطة من جوة مصري مصري يقولك مصري على بو يا الأعمدة دي ايه مصري لا القصة مش بس انها بفلوس وبأدن المصريين المسألة أبعد من كده بكتير التصميم ده يعكس هوية هوية مين هويتك الحضرية مصر ده نمرة واحد اهو ختم الجودة تاك اتنين ختم الثقافة مصر تلاتة ترى هل ترى الزهن اللي قاعد فكر في التصميم رائع بس اللي ده التوجيه انا عايز كل حاجة تعكس ده كان كلامه الرئيس عيانا بيانا جهارا نهارا دائما ما تحدثة بذلك انا عايز كل حاجة تعكس هويتنا وهنا بقى يرجع لموكب المميوات ارجع مثلا طريق الكباش اقولك وانا آسف وان كانت شهادتي مجروحة ارجع اليوم الاربع اللي فات برنامج التاسعة في ميدان التحرير اتفرج على الإضاءة اللي عملها أحمد فارة زمالنا العزيز اللي صمم لنا الإضاءة أحمد فارة عمل إضاءة حلوة قوي والله لو عندنا أي صورة ليها نعرضها يعني برضو انعكاس للهوية المصرية عبارة عن ايه قلادة فرعونية بالألوان اللي كان يعملوا بيها الفرعنة القلادات بتاعتنا دهبي فأزرق في مش بتناغم رائع عظيم مهيب اتعاملت الإضاءة كده شوف المخ طيب تشوف بقى المخرج عوض صاحبي وهو بيخرج والدرون جايبة كده والكاميرات جايبة كده زملاء الأعزاء مدريط في النهاية خالص كله عكس هوية مصرية الكرال اللي موجود بيغني روح الشرق روح مصر أصل الشرق ومركزه بادنجتون اللي احنا كنا بنروحها ننبهر ونتخض النهاردة هنروح محطة عدلي منصور وهتتفرج بنفسك فإن كان كنت من سعداء حظ مالياً وسافرت انجلترا وتعاملت مع بادنجتون هتعرف ما كنتش مش مهم لأنه بقى عندك اللي أحلى والأجمل طيب كل ده منحصل ايه التصميم منحيث الشكل الفخامة الرحابة الاتساع الجراج اللي باتسع لستة لاف عربية ستمائة عربية أنا أسف لا خش على أصل الموضوع بقى أنا عندي مركز هب على رأي الجماعة الأجانب بتاع كل وسائل المواصلات ده واحد اتنين انتوا تفرجتوا على القطر ايه ده بطبيعة الحال بم أني روحت ركبت من بادنجتون تجولت وأنا شخص جوال يعني فركبت الأوترات وركبت التاكسيات وركبت الأوتوبيس والأوتوبيس السياحي وركبت المترو بتاع الأنفاء أنا هاخد الأول بس عشان ما طولش عايز أخد سيادة اللوة عصاموالي رئيس الهيئة القومية الأنفاء أهلا بيك يا سيادة اللوة أهلا وسهلا بيك أولا ألف مبروك الله يبارك في حضرنا ثانيا الله ينور الله يخلي حضرنا ثالثا ربنا يخلي كلنا يا رب ويخلي كلنا يا رب يخليك يا فندم أنا كنت بقول يا فندم أنه محطتنا دي وحلفت برحمة بابا أجمل وأحلى وأفخم وأكبر من اللي أنا شفتها في لندن بادنجتون محطتهم الرئيسية صحي اللي أنا غلطان دي شهادة أنا بعتز بيه يا رب يخليك يا فندم دي شهادة أنا بعتز بيه إحنا كده أصبح في عندنا أول محطة مركزية كبيرة لنا محطة عدلي منصور تمام المحطة بقى فندم بما أنها المحطة المركزية تودينا بعد كده على فين؟ يعني عند استكمال كافة الخطوط توديك لأي حتة أنت عايز تروحها أي مكان؟ يعني روح العاصمة الجديدة أنزل القاهرة العادية بتاعتنا أروح ستة أكتوبر قل لي حضرتك أي مثال وأنا أقول لك بشبكة المترو الخطة الاستراتيجية للدولة اللي هي بتكتفز حاليا على الأرض مش هقول لحضرتك بقى أي مكان في القاهرة الكبرى أقول لحضرتك أي مكان في القاهرة الكبرى أي تجمع عمراني حوالين القاهرة الكبرى أي محافظة في جمهورية مصر العربية سواء في بحري أو في قبل هواديك بشبكة ناقل ذكي حديثة متطورة خضرة صديقة للدولة أي أي؟ أي أي طيب أنا ساكن في ستة أكتوبرا فاندا عاوز روح العاصمة الإدراك جديدة اللي هيك اتنين اختيار يا فضل فضل الاختيار الأولاني تركب المونوريل غرب النيل تنزل آآ وادي النيل في المهندسين تاخد الخط التالت للمترو يوصل حضرتك لعدلي منصور تركب القطار الكهرواعي يوصل حضرتك للعصبة الإدراكي ده الاختيار الأولاني حلو الاختيار التاني حضرتك هتركب المونوريل هتنزل ودي النيل تركب الخط التالت تنزل محطة الستاد في شرق القاهرة تركب مونوريل شرق النيل يوصل حضرتك دي العاصمة الإدراكي طيب أنا جاي مثلا من السحل الشمالي العالمين الجديدة وعايز برضو روح العاصمة الجديدة حضرتك هتركب دي سهلة خالص حضرتك هتركب الكطار السريع فايق السرعة هيوصل حضرتك مباشرة من المطروح أو العالمين ينزل حضرتك في العاصمة الإدارية تاخد الـ LRT أو الكطار الكهربائي من المحطة المركزية التانية اللي احنا بننفذها حاليا تاخد الـ LRT تخش دي العاصمة الإدارية تروح للعاشر من رمضان أو تنزل بالكاهرة لـ LRT طب أنا لازم أقول أي حاجة طيب ممكن نصعب القصة إذا سمحتلي اتفضل يا فضل طب هروح من السحل الشمالي للغرداء هتركب هتركب اللي لقاء اتفاق السرعة من العالمين أو من أي قرى السحل الشمالي تنزل مباشرة لقاء اتفاق السرعة إلى العين السخنة مباشرة من غير ما تغير من غير ما تغير المواصل طب فندم مثلا هنفترض أن أنا غلس جدا فأنا هريد أنزل من السحل الشمالي أروح على شغلي مثلا هنا في مسبيرو أعمل البرنامج وبعدين أخب بعضي وأتوكل على الله أروح الغرداء أو العين السخنة حضرتك جاي من السحل الشمالي تاخد الهاي سبيد تنزل في محطة العاصمة الإدارية تاخد الـ LRT يوصل حضرتك لعبي منصور تاخد الخط الثالث ينزلك في مسبيرو قدام مابنة لزعو التليفزيون الله 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 هو كده عمليا ما فيش حاجة هتوقف كفندم الدولة المصرية بخلة حقبة جديدة خالص ودي أنا بستغذر حضرتك أن الناس لازم تعرف أن فيه خطط طموحة جدا وما بقيتش مجرد خطط على ورق في خطط بتتنفذ على الأرض حضرتك مشكورا لو في أي مشروع من المشاريع دي نحن حضرتك قبل الأنفاوة لا نفذنا عدلي منصور ودي مش هتبقى المحطة المركزية الوحيدة نحن عندنا محطة مركزية تاني هتبقى فيه العاصمة الإدارية عندنا محطة مركزية فيه اه اسكندرية عندنا محطة مركزية وتبادلية في مقصر كل دي محطات مركزية تبادلية مع وسائل نقل ذات بحيس ان حضرتك احنا حاليا بننفذ على الارض الخط الرابع للمترو بنقفل او سات الرئيس شرفنا بتاتشين البدء التشغيل التجريبي للمرحلة التالتة للخط التالت بننفذ على الارض المونوريل شرق النيل وغرب النيل في القريب العاجل هنبتدي فيه الخط السادس من مترو احنا حاليا بننفذ على الارض شبكة القطار فائق السرعة الخط الاولاني العين السخنة العالمين مطروح الخط التاني اكتوبر ابو سنبل غرب النيل الخط التالت اللقصر الى الغرداء تفاجد كل دي مشاريع بتتنفذ حاليا على الارض طيب ازمتلي برضو فندم قطعا لشك بيقين هو الاسعار بتاعة هتبقى غاليا او يعني؟ لا يا فندم احنا اسعار احنا عللنا اسعار تذاكر الخطار الكروهي الخفيد لحضرتك تات الرئيس شرفنا المهاردة بافتتاحه احنا بنشتغل ثلاث محطات ب خمستاشر جنيه لغاية ست محطات بيعشرين لغاية تسع محطات بخمسة وعشرين فوق تسع محطات لغاية التسعتاشر محطة بخمسة وثلاثين برضو عشان في نقطة مهمة جدا اوضحها للمشاهدين المحطة ما بنقولش انها محطة المترو لاني المحطة شبكة المترو الانفاء ما بين المحطة والمحطة داخل القاهرة ده مسافتها كيلو كيلو واحد لكن حضرتك في ال LRT التلات محطات دول يعني سبعتاشر كيلو طولهم المسافة البينية ما بين المحطة واحد لمحطة ثلاثة دي سبعتاشر كيلو القطار الكهربائي بيمشي المسافة بين المحطات ده المرحلة الاولينية سبعت وسبعين كيلو اتناشر محطة فاحنا بنتكلم في ان المسافة البينية تتراوح من خمسة لسبعة كيلو وبين كل محطة والتاني وبالتالي الناس لازم تستواج ان كلمة محطة دي مش ان هي زي المترو الانفاء هنزل من ربسيس من العطبة او هكذا ما ده بيمشي من المحطة يا بدي بحضرتك مثال من عدل منصور للعبور ما ده بالعبور دي محطة الفرق احوالي ستة كيلو من العبور الى المستقبل دي ستة كيلو تاني من المستقبل للشروق دي ستة كيلو تاني فاحنا بنتكلم من خمسة لسبتاشر كيلو ما بين المحطة والتانية من خمسة لسبعة كيلو. اه. يعني ده معناه انه التسعتاشر محطة دول ممكن يوصلوا لأكتر من ميت كيلو. مية وتلاتة كيلو يا فاند. بخمسة وتلاتين جنيه. بخمسة وتلاتين جنيه. ايه ده. اقدل حضرتك مثال تاني. قل لي فاند. ان الخمستاشر كيلو دول باحسابات البنزين. اه. يعني بياخدوا حوالي اه لتر ونص. اه. طيب ده لحضرتك. ايش. طيب. انا هوفر لحضرتك الباركينج. او ساعة الانتظار تركيب فيها عربيت حضرتك. اه. حضرتك هتركب من محطة مؤمنة بنسبة مية في مية. ما شو الله. من ناحية الكاميرات. من ناحية الام. من ناحية الاستعامل الزاكي سواء مع التذاكر او مع البوابات. القطر بيتم التحكم فيه او الواحدة المتحركة بيتم التحكم فيها من غرفة اه غرفة اه تحكم مركزي. الكطار مزود بكافة احتياجات دول همن من الاهلينة. كل محطة فيها من اتناشر للعشر للاثناشر سلم كهربائي. فيها على الاقل لاربع مصاعر كهرباء. فيها المحطة نفسها معمول مصارات معينة بتصميم هندسي معين للدول الاحتياجات الخاصة بحيث انه هو يخش المحطة لوحده ويقدر يتعامل لوحده من اول من الباب لغاية ما يركب القطر وينادر المحطة. بوسائل ارشاد سامعية وسائل ارشاد بصرية. مصارات مصممة هالبسية لفاقدي البصر بحيث ان هو يقدر يمشي في المحطة وما يحتاجش اي نوع من الواقع المساحة. حلوة اولا. هي دي جمه ناجي دي. ده 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 ايه حلقة طب معلش انا هطول ارجوك استحملني سات اللوة. لأ تحت امرك صد. دلوقتي انا شفت القطر من جوه. وشفت كراسي. هو بجد مش هزارها دي كراسي مايبخ قوي يعني. يعني والله. غير ان انا هنزل على الارض رجاءا لاخويا النابي. حفظ على الحاجة. حرام يعني. بس ده بجد والله اصلا ركبت القطرات بتاعت انجلترا يعني. كنت ده من عدد اضرب بها المثل. كمان. وعود اتمنظر على اصحابي ده انا ركبت القطر ركبت القطر. فالقطر ده بالمناسبة حلوة قوي. قوي يعني. زي بتاع انجلترا تقريبا نوس خطبق الاصل بال. انه في بعض الحاجات احلى واشيك وافخم وشغل خشب. وكراسي جلد كده. ميبخ قوي يعني. فسؤالي بقى. هو. يعني القطر ده غالي قوي? ولا القطر ده برضو ايه? في اللذيذ. لا حضرتك ده حضرتك بتتكلم على الخطرات الفكة الحديدة. اه. الجديدة اللي تم شراها. اه. اه. ده طبعا هي كراسي فاخرة العيين هو. يعني انا طبعا عشان اه. اه زميلة الرئيسne انا عارف. انا عارف. انا عارف. اه. نيابتا عنه ان القطر المزارة التسكة الحديد ده 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 رولز رويس اوي فده ده اللي بيطلق عليه يعني ده اللي بيطلق عليه ميدال رولز رويس بتاع السكة الحديثة ده انا علي يا بنعمة اسيب العربية واركب القطر بارد بارد نيابة عن زليد الرئيس هاي السكة الحديثة سكة حديم مصر ايو طبعا ياريت يعني ده حاجة 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 محترمة اوى فندم اوي 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 الحمد لله دي على فكرة التوجيهات احنا لما بنيجي بنارض على سات الوزير او بيتم العرض على دولة رئيس الوزراء او سات الري دايما بيقول اعملوا الحاجة الحلوة اللي بتعبر عن احنا تتنوعاتنا ايه احنا عايزين ايه بكرة احنا عايزين الناس تتعامل ازاي حضرتك قلتلي من شوية ما حضرتك سافرت كتير برا احنا كنا دايما لما بنسافر برا بنقول ايه يا ريت هو الكلام دا مش عندنا بيه لا احنا دلوقتي المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي لا الناس اللي برا بييجوا يتفرجوا على الحاجات اللي احنا بنيعملها قصدي فعلا حاجة حلوة زيادة عن اللزوم يعني الدرجة ان انا والله بدون مبالغة انا حاسس ان انا قاعد عمال بحلم يعني انا ربنا مد في عمري ان انا هشوف في مصر سكة حديد ومترو ومحطات بهذا الشكل اللي هو الف حمد وشكر ليك يا رب سات اللي هو انا عايز اشكر اعايز اشكر حضرتك قوي جدا 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 ولكل الناس اللي بتشتغل في الهيئة وبالمناسبة يبقى ان احنا اتكلمنا على سكة الحديد مصر وكل الناس اللي بتشتغل في سكة الحديد منظومة النقل عندنا بقت عظمة على عظمة وكل ده احنا لسه بنقول يا هادي اشكرك سات اللي هو والي عسام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاء حقيقي اللي انا بقول لك يا جماعة لازم تبقوا اخدين بالكم من الحاجة تاني دي فلوسك وملكك ومش عايز اقول لك الكلام اللي هو كليشي ودباجات محفوظة بس هي بجد فلوسك حضرتك دي فلوسك ارشناتك جنيهاتك اتعامل بيها اللي انت شايفه طيب هو ده اخر المطاف لا ده دي اول محطة اول لبنة اول حاجة اللي جاي لسه اكتر واكسر روعة واكسر ابداع بمناسبة الابداع انا لازلت 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 اسني واشكر بشدة فخامة الرئيس على توجيهه بانه اي حاجة بنعملها يجب ان تعكس الهوية المصرية وخد بالك من الاشارة ان اول محطة مركزية اسمها محطة عدلي منصور الحدق يفهم ادي واحد اتنين خد بالك من الابداع في التصميم والتأكيد على الهوية البصرية عشان كده انا بقولك انا عجامي قوي 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 اللي حصل عندنا بص المنظر عامل ازاي بالمناسبة وبص الشياكة والنظافة شطرتي وشطرتك اولا ان احنا نحافظ على الكلام ده طب عشان نحافظ عليه نستخدم ده منطق البساطة والله انا قاعد عملت بفكر مع حضراتكم بصوط عالي وزي ما كنت بفكر مع السادت اللي هو عصان انا كل اللي في مخي دلوقتي ان انا عايز اه انا سافل اسكندرية كتير مثلا طب انا عايز بعد كده اوفر بقى سوقت العربية ما سوقت العربية دي بص خد بلك بانه عشان انت بفهم سوقت العربية دي مش بس بنزين ده بنزين وصيانة العربية اهلكها زائد ظهر سياتك سواء رايح سواء جاي طب عايز رايح ونام احط سماعتين في وداني واسمع شوقات مزيكة يا السلام سلم بقى لو انت قاطع تذكرة درجة اولى عشان تقعد تتفرج على التلفزيون اللي في مسند الكرسي اللي قدامك طب انا مش درجة اولى انا درجة تانية في حضرتك افلام بتتعرض على الشاشات اللي في النص دي شفت الشاشات اللي في النص بلاش انتو خدتوا بالكم من التوالات بتاع العربيات بقى انا برضو وأنا مسكين برضو غلبان يعني وأنا راجل جاي منطبقة متوسطة فلما ركبت بقى ايه مرة القطرة اول مرة وأنا في انجلترا فبقيت فرحان اوي 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 بالتوالات اللي تدوس على الزرار يفتح تدوس على الزرار يقفل افتح يا سمسم يقفل يا سمسم وبما اني بقى غيتت فروحت رايح واقف قدام البتاع زق والله العظيم يا سامح عيل وانا كنت راجل كبير ومتجوز ومخلف ادوس على الزرار يروح الباب فتح ادحك اروح دايس على الزرار يروح الباب قافل اه لحد معي يعني حسيت انه الجماعة الاجانب اللي حواليها الانجليز هيقوموا يمسكوا في القابتي فروحت راجل قاعد تاني على الكرسي مهزب جدا ملتزم جدا الى اخيره هو بنفس التصميم الزاوية اللي واخد نص دايرة في ضلع منها يعني مسلس ااخد نص دايرة في الضلع الرئيسي بتاعه او في قاعدته يعني والشكل بالتصميم بصمبور المية اللي شغال بالسنسور حاجة عظمة جدا والزرار اللي بيفتح ويقف الكهرباء خد بالك ان انت في عندك رمبات بتتفتح من الباب علشان خاطر اصدقائنا القادرين باختلاف يقدروا انهم يركبوا هذا المكائل يركبوا هذه الوسيلة براحة وبامان تام والاماكن بتاعتهم موجودة دا على سبيل المثال حضرتك راجل عاوز تشاهز نفسك وتعود درجة اولى تعود درجة اولى على كرسي ميبخ عشرة على عشرة حاجة مزاج ومخدتك تلفزيونك افلامك مدة الرحلة اتفرجت على فيلم اتفرجت على برنامج تلفزيوني سمعت مزاجتك اللي انت عايزه بقى انت حر طيب درجة تانية قاعد على كرسي حلوة ما هوش وحش على الاطلاق وتاني الاتراد دي هي بتاعة اوروبا والله العظيم هي حاجة عظمة نسيت بقى زملائي اللي كانوا هائي احنا كنا فيه بقى مجموعة اللي في المدان مجموعة في العربية ولي يا زملاء كانوا موجودين هنا في الكونترول روم بقى دول لسيتهم بالمناسبة ودول عدد لا بقى سابيع الاطلاق لو قلتوا عن خلص الحلقة فحقيقي والله الشكر من قلبي ربنا علم يعني طيب تعالوا بقى نروح لإيه للبداية الرسمية للحوار الوطني حضراتكم طبعا خلاص عارفين الحوار الوطني في مصر واللي وجه بيه فخمة رئيس الجمهورية بيترقس مجلس الأمناء لأستاذ ضياء رشوان عندنا مجلس أمناء من تسعتاشر اسم هيعملوا يعني منسق العام أستاذ ضياء وعندنا تسعتاشر اسم هما مجلس الأمناء طيب مجلس الأمناء موجود بشكل الحقيقة تشكيل أكتر من رائع تشكيل بيعكس مهنية بيعكس اختلافات وجهات النظر الرؤى بيعكس الاتجاهات السياسية والفكرية المختلفة بيعكس طبيقة بيعكس كمان فكرة التمثيل النقابي إلى آخره تشكيلة كبيرة جدا جدا من الشخصيات الرائعة جدا في مجملها بل وفي تفصيلها أيضا مهم جدا إن إحنا نبدأ نتابع طيب يوم الثلاثة الجاي تبدأ الجلسة الأولى بس جلسة إيه بقى اللي هي اجتماع مجلس الأمنة يوم الثلاثة إن شاء الله هيبقى خمسة سبعة خمسة يوليو تعارفين النهاردة البيان مش كده ثلاثة يوليو البيان البيان اللي كان فيه خارطة طريق أنقذة مصر والله العظيم وحطتنا في هذا الموقع الآن هرجعك على خمسة سبعة اللي جاي فمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب هيبقى فيه الاجتماع الأول لمجلس الأمنة وبالمناسبة تقدر أنه تعتبر ده وفاء بما سبق إعلانه بأنه أولى جلسات الحوار الوطني تبدأ في الأسبوع الأول من شهر يوليو ووضح المنصق العام للحوار الوطني أستاذ دياء رشوان نقيب الصحفين ورئيس الهائة الوطنية على الاستعلمات انعقاد مجلس الأمنة هو البداية الرسمية لأعمال وفاعليات الحوار الوطني واللي هينظر فيها مجلس الأمنة خلال جلسته فيه تفاصيل وموعيد ويبدأ يتخذ أيضا القرارات اللازمة بهذا الشأن ويبدأ من بعد ذلك يعلن للرأي العام ما وصلوا إليه فيبدأ يحصل إيه محتم نكلمنا الحوار الوطني يحصل تفاعل مع هذا الحوار مشاركة مع هذا أو في هذا الحوار بكل الوسائل المباشرة والإلكترونية يعلن الأستاذ دياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني انه تأكيدا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار فهيتم عقد مؤتمر صحفي لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية ان شاء الله بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمنة ليه؟ طب انتهى البساطة عشان يتم إعلان ما جاء في هذا الاجتماع حوار وطني يصبح من حق المواطن انه يعرف التفاصيل ده حق في المعرفة حق في المتابعة الفورية حق في المتابعة بمنتهى الشفافية لكل ما يأتي في هذا الحوار فيصبح حقا مكفولا للرأي العام شوف الجملة اللي اقولتلك كده حقا مكفولا للرأي العام طوال مجريات وفعليات الحوار الوطني شوفوا يا سادة يا كرام طيب اتفك معاكم كلمتين بقى واعتدل في جلساتك ثم اخذ يفكر ويفكر لا الحكاية مش محتاجة تفكير طويل مني لان المسألة بالنسبالي مسألة يعني طالما فكرت فيها انا راجل ربنا سبحانه وتعالى اسعدني بام واب اللي اتنين شرفة جدا جدا الابعد الحدود امي وابويا اللي اتنين لم ينشغلوا على الاطلاق بجمع ابوال خالص خالص هم انشغلوا بتربيتنا وبنظن ان احنا تربينا كويس او انا اعتقد ان احنا تربينا كويس او لان احنا عندنا مبادئ رئيسية يعني وقيم بجد والله بكلمكم بجد مش شكر فينا يعني طيب وفي نفس الوقت تعلمونا كويس او جزء من الحظ الجيد والسعيد ان احنا الاربعة طلعنا محظوظين واحنا اربعة غير اشقاء بالمناسبة ودي جوزء من الفطفى الحظ اللي احنا فيه خلانا اتربينا في وسط اعمدة وقساطين عارفين يعني ايه قساطين جمع وقسطون القسطون هو العمود الرئيسي للمبنى الضخم والمهولي ما بين اعمدة وقساطين خد بالك بقى المعارضة المصرية لعهود يعني ايه لعهود يعني احنا بالحظ بحكم ان احنا ولاد مصطفى وتحية اتربينا في وسط اكبر كتاب عرفتهم مصر والوطن العربي سواء اذا كانوا بقى كتاب بالمعنى الادبي وده بقى شعرة كتاب مقالات وتحليل سياسي اقتصادي رجال صنعوا احزاب رجال شاركوا في حركات سياسية شديدة الاهمية بما فيها بعض من الضباط الاحرار فطلعنا معارضين بالميلاد اه ده كلمة بجد طلعنا شاربين معارضة طلعنا ما بيعجبناش العجب طلعنا بنطلع القطط الفاتصة في اي حاجة مش من باب الهدن خالصا برضو ده احنا ما تربيناش عليه احنا تربينا على ان احنا ننظر بدقة شديدة وبحث في التفاصيل بشكل ابعد من كلمة الدقة تفاصيل التفاصيل حلو؟ وانا مستعد ألعب معاكوا لعبة قولي اي ثلاث جمل وانا افندها لك من اول مرة اسمعها مشاش انا شطور بس اتدربت على كده واقولك المقصود ايه والرجل ده غمز بعينه كده وقال كده وفلانا عملت مش عارف ايه وقال ترتين الكا كويس؟ ممكن تبقى عب بتكتب وانا سمع كل اللي حوالي ماشي؟ اتدربنا على المعارضة او اتولدنا جوه المعارضة بس اتربينا سياسة كويس اوي اتربينا ان احنا نقرى كتير اوي وبحكم ان هم استثمروا في تعليمنا فطلعنا بنطق لغة واثنين غير العربي فبقينا مطلعين لو صح التعبير وعيشنا في وسط معارضة الملك فاروق معارضة عبد الناصر معارضة السادات معارضة اخ مبارك بالتأكيد معارضة مرسي وان كان ابويا معصرش مرسي وده من رحمة ربنا به يعني وكنا دايما كعائلة جوه مربع المعارضة كأصدقائنا جوه مربع المعارضة اسهل حاجة في الدنيا اسهل حاجة خد بالك اوعى تفتكر ان المعارضة صعبة معارضة سهلة صعوبتها في المواجهة بس فاحنا تعلمنا المواجهة ومبقاش فارق معانا حاجة يعني ناس شايفة ابوها وامها اه بيترفدوا وبيتسجنوا اه مش عارب وبيعتقلوا عادي يعني لا يقصر ايش قال فارق حاجة زي ما تيجي تيجي الارزاق على الله زي ما بيتقال ما عنديش اي شيء يدفعني على الاطلاق ان انا اقولك مش بقى اسيم مربع المعارضة ان انا احافظ على مواقفي المبنية على المبادئ ولكن ان انا بقى شايف بالعينتين مش بعين واحدة وعلشان كده هتلاقي ان البعض يجي يقولك مثلا هو يوزب غير مواقفه لا وبالمناسبة هو تغيير الموقف لا عيبة فيه واللي علمك وفاهمك انه تغيير الموقف عيبة اهبل تغيير المبدأ عيبة فيه مفكر سياسي كبير جدا الله يرحمه اسمه لطفي واكد يساري على ابوه سبور يا روز سيسى لطفي واكد رحمة الله عليه ده رجل يساري قح ومفكر مهم وكاتب مهم قوي الله يرحمه الرجل ده كان من مربع معارضة جمال عبد الناصر ثم غير من مواقفه فصار من اكتر الناس المؤيدة المؤمنة بجمال عبد الناصر هو كده لطفي واكد غير مبادئه ولا غير موقفه لا لطفي واكد لم يغير مبادئه على الاطلاق وانما غير من موقفه عندما اقتنع في داخله وفي قرارة نفسه بان عبد الناصر صح اللي علمني علمني يسار اللي بلشفني كده زي ما نقول الله يرحمه يا رب الاستاذ مصطفى طيبة كان معتقل ثم ساجين ايام عبد الناصر وخرج 64 وبيحب عبد الناصر جدا ورأيه انه عبد الناصر ده زعيم عظيم ماشي هل غير مصطفى طيبة مبادئه لا عنده موقف من طريقة جمال وارد هل ده معنى ان يعادي جمال لا ماشي طيب غيرت موقفك اه يا فاند اه غيرت اولا هو انت شريكي معلش انا اسف اتنين هو انت هتعلمني الادب انا اسف برضو معلش استحمل ثلاثة انا مقدب وتغيير موقفي ما فيهوش عيبة انا موقفي بان انا ابقى واقف في مربع المعارضة في اتجاه انظمة اراها غاشمة مستبدة ظالمة مش معناه ان انا لما شوف الحاجة الحلوة في نظام طول الوقت بيفكر في مصلحة المواطن ما انا راجل عليش يا جماعة اسمحولي مركسي يعني تنظيم احمر يعني حلو ده جزء من مصرحتي مع حضرتك مفيش حاجة تشغلني سياسيا واقتصاديا غير مصلحة الغلابة قل لي حاجة واحدة حصلت في مصر من تلاتين ستة لحد اللحظة اللي انا وانت بنتكلم فيها دي مكنتش بتصمت مصلحة الغلابة واوعى تسيب حد يضحك عليك ويقولك ويهي الاسعار الاسعار دي زادت عليك انت لوحدك ولا زادت على الدنيا يا منصف يا محترم يا عائل هي زادت على الدنيا وهي زادت عندك انت زي ما زادت على الدنيا لا اقلب كتير الدنيا السعر فيها اتضارف اربعة وخمسة انت هنا السعر عندك زاد له عشرين تلاتين في المية تروح جاية الدولة بمؤسساتها المختلفة تقللك العشرين تلاتين في المية في اطار مبادرات وفي اطار منافس بيع وما الى ذلك الى ان تنزح غمة الحرب الى ان تنزح غمة الازمة الاقتصادية العالمية فاللي انا عايز اقولهولك الحوار الوطني ده حوار جاد وحقيقي والهدف منه هو فاعلية انتاجه فاعلية هذا المنتوج ده الغرض والاساس من اطلاقه لهو حوار شكلي ولا حوار ديكور ولا اي حاجة ما كنتش هتشوف الاسماء اللي انت شايفة في مجلس الامنة وما كنتش هتشوف الاسماء التي تمت دعوتها لهذا الحوار سواء اذا كانوا من الداخل او من الخارج وعلى رأي الرايس الا فصيل واحد اظن مفهوما واحنا هنقول للاخوان تعالوا اخوان ايه اللي يجوا ده في الماء مش مش لا ده المش مش بيطلع في اللاهلوبية في صمرة اسمها اللاهلوبية اول ما اللاهلوبية تنبت الاخوان ان شاء الله يبقوا يشاركوا في الحوار الوطني فصل ونكمل الكلام احنا عندنا فيه استراتيجية الوطنية للرياضة فيها جزء خاص برياضة البطولة وده حضراتكم شفتوه سواء المشروع القومي للموهبة والناشئين اللي حقق اغراضه بداية تحيير الاغراض في محمود حسني وفي رحمة وفي شايماء في المصارعة وفي ابطال المصارعة اللي بدأ يحصل ضخ للمنتخبات الوطنية فيه وايضا نتائج ولادنا والاتحادات الرياضية ومعاها اللاجنة الولمبية كل المنظومة الرياضية من خلال البطولة البحر الابيض المتوسط وعلى خطنة الحميمة في الحياة والتشجيع الكبير كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الشباب والرياضة الصديق بالجزائر الشقيقة معالي الوزير عبدالرزاق سبحق وايضا للشعب الجزائري كله قيادة وسياسية في الحياة للتفاعل الكبير جدا مع الدولة المصرية ودي يعني علاقة كبيرة جدا في استقبالنا ايضا في الوفود الجزائرية المنتخبات اللي كانت موجودة في مصر بنبادل الاشقاء نفس الموضوع لكن تشجيعهم بهذا الشكل اللي احنا بنشكركم من القلب يعني اسرع واحد يجيب عدات في وقت اكتر بعد كلم بيكسب بياخد مركز اول بيتقالب طولة العالم لروسيا بيسافر روسيا طبعا كوسكواد بيلعب في طولة العالم في روسيا قلنا احنا احنا في المشروع ده من 2015 وفضلنا مستمرين في المشروع لحد الان وشاركنا في كذا بطولة دولية منها البحر المتوسط وبطولات افريقيا ومعسكرات خارجية يعني المشروع واقف في ظهرنا ومساندنا جاءت كويس جدا هو في الاول خالص كنا صغيرين فبيعملوا اختبارات يعني وكنش لست سجلنا في نوادي وبتاع فعملنا اختبارات وبيختاروا بقى في اللجنة بيكون في لجنة فنية وبتاع فبتختار المشروع القومي بينضم بافضل العناصر الموجودة في مصر على مستوى الجمهورية بيتم المشاركة في بطولات افريقية وعالمية وأنا حاصل على اول افريقيا مرتين مرة 2020 في الجزائر و2022 في المغرب وحاصل على اول بحر ده بيتم البحر المتوسط في 2021 في اليونان شاركت في بطولة العالم بالمكسيك حصلت على المركز الخامس وكان فيه دعم من المشروع القومي في دوميات فيه دعام مادية وكان المشروع مكتسح رفع لسكور أول حاجة ان انا بدأت بالمشروع من وانا صغيرة وبعدين طلعت واحدة واحدة في المشروع ده بعدين بقيت من أبطال الواعدين وبيدعم حاجة كويسة ان شاء الله متحرور كيسة ان شاء الله نجوم التاسعة حلمك ممكن يبقى حقيقة من كل محافظات مصر صوتك حلو، حلمك تغني، تبقى ستار بتكتب شعر، خيالك واسع نفس اقتصصك تبقى حقيقة ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين غني وسمعنا صوتك شعر، ارسل أهم ثلاث نمازج من كتاباتك بي دي اف، كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك بي دي اف، مستعد؟ جاهز؟ آخر معاد للتقديم، خمستاشر يوليو نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق، تعرض في موهبتك على قناة مصر الأولى عزيزي المواطن، عزيزاتي المواطنة، الموهبين والموهبات عاوز يتم اكتشاف موهبتك، شارك، ادي كل القصة يعني مسألة بمنتهى البساطة، حضرتك شارك، الشعر، عايز منك ثلاث قصايد القصة القصيرة، عايز منك بي دي اف في القصة القصيرة عايز حضرتك بتغني، اعمل لي فيديو دقتين وحطوا على صفحتنا بتاعت الفيسبوك بتاعتنا اسمها، اسمها التاسعة، ايه اللي انت حطوا ده؟ التاسعة، صفحة التاسعة أيوة كده، مرافو عليكم، التاسعة على انستجرام التانية تويتر، التواتيارز، والله ما رجع نوارا غير تويتر فالموهب وده فيسبوك، فيسبوك، ده تويتر؟ أوكي ماشي، هتولنا بقى الفيسبوك لو سمحتوا عشان دعلي المشاركات الأيوة، التاسعة هو ده، طيب، احنا اللي هنعمله ايه بقى دلوقتي؟ احنا هنشوف مع بعض، بعض من النمازج للمواهب اللي بعتت لنا في المسمى حلو؟ هذا لا يعني للمرة التالتة أو الرابعة، هذا لا يعني يا سادة يا كرام انه النمازج دي هي النمازج الأفضل، او النمازج الأقل، اطلاقا لا يعني ان النمازج دي هي المرشحة للنهائي، ولا يعني انها غير مرشحة نمازج بنعرضها لحضرتك، ان احنا نشجعك، احنا فعلا عاوزين نكتشف موهبتك عاوزين نشجعك انك تبقى بني آدم نجم فيما تقوم به، تطلع قديم شاعر مطرب مطربة إلى آخره تعالوا نشوف كده مع بعض ونرجع نكمل الكلام مصطفى 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 منبع للصفى سيد الأنبياء مش عال في الوفى كان في عطفي للياتام دفا حن قلبي له فضى شوقا إلي لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقا مصطفى 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 منبع للصفى سيد الأنبياء وكل حدر سنويا كمتوح تتكس معي في الكلمات تلك انت عادلت اللي تقدر عليه والباقي على الله يبقى تخافلي وحتى لو ما جبتش مجموعة انت غالي Don't listen to the voice inside your head You're doing just fine, you're trying your best If no, I never told you it's all gonna be okay في اللياليك عم البناديك مش سالعنيك وحشني لقاك بل مشغول بها وك على طول والليل بيطول وانا مش وياك كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحفي وبموت يجي مليون مرة الوحدي لو سمع لي صوت قرب خد بيدي يالي دايما نسيني في اللياليك عم البناديك مش تالعنيك وحشني لقاك بل مشغول باوك على طول والليل بيطول وانا مش وياك حلو طيب بصوا بقى اولا انا عجبني من الاخر محمد ابوائش انا مش لجنة التحكيم ويمكن لو خدتوا بالكو احنا مبرح يعني ايه خدنا وعد مبدئي من الارسيزمة حتصالح ان يكون موجود معنا في لجنة التحكيم فبالنسبة للناس اللي هتغني خدوا بالكو يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى يسر الاحوال وصول مدحط صالح موجود معانا بالشكل نهائي وكامل في لجنة التحكيم ففي النهاية يعني امتى هتقف قدام مدحط صالح طيب في حاجة بس محمد ابوائش يا صوت والعزيز على فكرة اللي عجبني انه بيغني بشخصيته انا حب اللي يغني يبقى له شخصية يعني ما يبقاش بيقلد الغنوة الاصلية يبقى له شخصية وانا راجل مش محكم وغنى بس في حاجة مهمة جدا يعني هو كلكم بتغنوا وانتوا قفلين بقوكوا ليه الغنى ما فيهوش بقق مقفول لازم تدي مساحة مبدئيا للهوى يدخل ويخرج والرينج بتاع الصوت فانتوا كله بيغني كده ويا 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 ليه بتغنوا كده ليه يعني الا لو حد بركب طاقم ده موضوع تاني فوالله بتكلم جد مش حاجة اسمها كده ارجوكوا غنوا صح تاني ده مش تقيم ولا انا المقيم ولا انا ينفع قيم انا بس بقولك امه لحظات يمكن ايه تساعدنا طيب يا عم يوسف يعني الفيديو ده كده ترفض ولا ترفض ولا تقابل بس اللي عاوز تبعد تاني ابعد يعني ما عندناش مانا طيب تعالوا بسرعة نروح ل خبرنا احنا رحين للخبر لا ده رحين للفاصل ده النهاردة زي ما كنت بقولك البيان تلاتة يوليو سنة 2013 من تسع سنين تلي علينا بيان ذات مساء تلاه علينا وقتها ست الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام لقوات المسلحة المصرية وفيه خارطة طريق وعدت تسع سنين النهاردة تلاتة يوليو عشرين اتنين وعشرين ينورنا ويشرفنا داخل الستوديو صديق عزيز ورفيق عز النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين واحد مؤسسي تمرند ينورنا محمد عبدالعزيز بعد الفاصل طيب زي ما كنت بقول الأول خلونا نبدأ أو نجدد ترحبنا مضفنا العزيز والرفيق الأعز تاني أنا أكرر النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أيضا أحد مؤسسين حركة تمرد وكل سنة وانت طيب عبدالعزيز تسعة سنين كل سنة وانت طيب يا يوسف وكل سنة والشعب المصري كله بخير والحقيقة إحنا بنتذكر في 3 يوليو ويمكن طبعا إحنا كان بيننا عديد من اللقاءات والمشاورات في السنة السودة دي حتى الخلاص من هذا التنظيم الإرهابي اللي كان بيحكمنا فبعد تسعة سنين بشوف النهاردة مشهد الصبح كده وأنا نازل السيد الرئيس وهو بيفتتح القطر الكهربائي وبرجع أفتكر إحنا من تسعة سنين كان الموقف إن إحنا عايزين كهرباء تبقى موجودة في البيت أصلا يعني الكهرباء بتيجي ما بين عظمة الإنجاز في التسعة سنوات والتحديات الكبرى اللي مصر مرت بيها في التسعة سنوات من تحدي مكافحة الإرهاب لتحدي الإصلاح الاقتصادي لتحدي الإصلاح السياسي بكل تفاصيل بقى اللي ممكن تندرج تحت كل التحديات اللي مصر وجهتها بشوف إنه قرار 3 يوليو صورة الشعب المصري في 30 يونيو حتى الآن إحنا يمكن ما تدنهاش حقه اللي حصل ده معجزة بكل المقيس ليه ليه انت عندك تنظيم إرهابي وصل في غفلة من الزمن إلى سدة الحكم وهذا التنظيم الإرهابي كان متبني وجهة نظر يا نحكمكم يا نقتلكم ونقعد في الحكم 500 سنة وكل كل كلام اللي كنا بنسمعه ده فكرة إنه في جماعة تتصور إنها تقدر تسيطر على كل حاجة وتعمل عملية أخوانا للدولة وتعمل كل الموبقات وكل يعني المخازي المتعلقة بإنتهاك الأمن القوم المصري وبع أسرار الأمن القوم المصري بره ويعني وتحقيق مصالح التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان على حساب المصلحة الوطنية بغض النظر الوطن بيقول إيه المهم بالنسباله مكتب الإرشاد بيقول إيه المهم بالنسباله التنظيم الدولي للإخوان بيقول إيه المصالح المرتبطة مع دول تانية قريبة مع أو قريبة من مكتب الإرشاد أهم بالنسباله من المصلحة الوطنية صحيح كل التحديات دي الشعب المصري قال لأ مش بس علشان البنزين مش موجود في البنزينة ولا السولار مش موجود فيها ولا الكهرباء بتقطع أنا رأيي إنه المحرك الرئيسي كان إنه فيه إحساس عام بالخطر بالخطر على الدولة نفسها على كيان الدولة نفسها إنت لما تتذكر حدث ترفح الأولى وتتذكر قد إيه كان فيه إحساس عام بإنه الجماعة دول اللي بيحكموا دلوقتي ليهم علاقات وثيقة بتنظيمات الإرهاب في العالم كله صحيح وفيه إحساس عام كده محدش عارف يقول إزاي إحنا وصلنا إنه رئيس الدولة الرئيس المعزول محمد مرسي فيه شك إنت معندكش لسه قراء ويقين عن اللي بيحصل لكن الخطاب اللي بيقوله الإخوان هو الخطاب اللي بتقوله داعش هو الخطاب اللي بيقوله القعدة هو الخطاب اللي بيقوله كل التنظيمات الإرهاب في العالم ولذلك فيه حاجة مشتركة ما بين هذه التنظيمات وبعضها وبعدين ييجي رئيس الدولة في هذا الوقت للأسف يعني يقولك لما حصل حدثة خطف الجنود يقولك الحفاظ على سلامة الخطفين والمخطفين في اللحظة دي حسنا أنه لا دا مش الخطفين والمخطفين دا البلد اللي مخطوفه في جماعة خطفت البلد في لحظة من اللحظات تعرف أن يوم أنا شفت إيه لما كنت بتفرج على التلفزيون شفت تعبيرات وش الله يرحمه المشير طنطوي طبعا عمل بالزبط كده طبعا يعني طبعا تمام ثم تتصعد الأحداث فتلاقي يوم نصر أكتوبر قتلت الرئيس السادات قاعدين في الاحتفال يا ما قوة سياسية اختلفت مع الرئيس السادات طبعا من اليسار ومن النصرين وجيره لكن هل في حد عاقل يختلف مع أي رئيس يبقى متصور أنه الحل هو استخدام العنف والإرهاب والقتل في الفيديو التاله يعني وبعدين أعزم ثم في يوم نصر أكتوبر تلاقي قتلت الرئيس السادات قاعدين في هذا الاحتفال في هذا المشهد تختلف بقى في السياسة مع الرئيس السادات تتفق في السياسة مع الرئيس السادات ده أمر وانت شفت أنه فيه تنظيم بيقول للدولة المصرية الوطنية مفهوم الدولة الوطنية لأ مش موجودة الدولة الوطنية اللي موجود دولة الجماعة وتتذكر بقى كل اللي كان بيقوله مرشد الإخوان عن تنظيم طوز مش عارف ايه طبعا ما نفعش الكلام ده احنا نقوله لكن بالنسبة له المسلم اللي في دولة تانية أولى من أن يحكمني مسلما ماليزيا عن عن المسيح المصري فأنت هنا بتتكلم على مفهوم آخر غير الدولة الوطنية خالص دي مش مصر اللي احنا نعرفها مصر اللي احنا نعرفها هي الهلال مع الصلي في صورة 19 دي مصر الوطنية المصرية أصلا تشكلت في وبرزت وكان عندها موقف واضح من الاحتلال في صورة 19 على مدرسة ايه على مدرسة انه سعد باشا زغلول زي ويصة واصف باشا زي مكرم باشا عبيد زي مصطفى النحاس صح مفيش فرق هنا بين موسي المسيحي ده كلام مش مطروح على الاطلاق الكلام اللي قاله القصة سيرجيوس لما خطب فيه الازهر واتكلم على انه لو هيقتلوا المصريين المسيحيين فليعيش المسلمين المصريين احرار واحنا هنا ما بنتكلمش مسلم ومسيح احنا هنا كلنا مع بعض في مواجهة الاحتلال المنهج ده دي الوطنية المصرية اللي احنا نعرفها اول مرة نشوف بقى كلام له علاقة بانتو واحنا والمسلمين والمسيحيين ده مش منهج خالص الوطنية المصرية اللي حصل في 30 يونيو هو مش بس تحدي لجماعة ارهابية ده تحدي لاراضات دولية واقليمية كانت عايزة البلد دي تروح في مكان تاني خالص في مصار يروح للحرب الاهلية اللي حصل ده دي مشاريع دولية كانت تهدف لتدمير هذا الوطن خروج الشعب المصري بالتفافه وبوحدة قراره في 30 يونيو مش بس افسد مخطط الجماعة الارهابية ده افسد مخططات دولية ومخططات اقليمية ما كانتش عايزة استقرار لهذا البلد ولذلك لما واحنا في ذكرى 3 يوليو وانا بتذكر يوم الاجتماع الشهير اجتماع 3 يوليو وكنت دعيت الى هذا الاجتماع كاحد ممثلين الشباب عن خرق التمرد في اجتماع 3 يوليو ومع القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت نتذكر حاجتين مهمين جدا النقطة الاولى ودي لفتة هنحطها كده في الاعتبار واحنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة واربطها باللي بيحصل انه بدأ الاجتماع القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبدالفتاح السيسي وقتها بانه شكر الجميع وقال ان احنا بصدد اتخاذ قرار مصيري البلد محتاجه واسمحولي اعتذر من كل القامات السياسية والدينية اللي موجودة ولكن انا عايز ابدأ بالشباب هم اللي يتكلموا الاول انا حنا انت طبعا ايه ابن مدرسة السياسة المصرية اللي كانت طول الوقت على مدار سنين طويلة من اتكلم عن ضرورة تمكين الشباب وانه في مشكلة في التواصل بين الشباب والدولة وانه المسئولين ما بيسمعوش الشباب كل الكلام اللي على مدار الاربعين سنة اللي فاتت بنقوله وانه واسدتنا في السياسة بيقولوه انت بتلاقي نفسك في لحظة بتقرر تاريخ مستقبل هذا الوطن خارطة المستقبل والقائد العام لجيش مصر بيقولك انا عايز اسمع الشباب اولا دي هنا اشارة بتقول انه في منعج مختلف خالص عن كل اللي انت تعرفه نقطة تانية كان في اجتماع 3 يوليو في نهاية الاجتماع بعد خلاص ما تم صياغة البيان وتم الاتفاق على شكل خارطة الطريق بتنفيذ ارادة الشعب المصري اللي خرج في ثورة 30 يونيو بعزل محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الفترة الانتقالية كل تفاصيل خارطة الطريق انه قال القائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت انه هذا القرار الخطير له نتائج خطيرة وصعبة هتحملها انا وولادي في الجيش وابنائي في الشرطة وهتشوفوا احنا هنتحمل ازاي علشان خاطر امن وامان المصريين بعد كده شوف بقى كل التضحيات اللي حصلت على الارض من القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة الارهاب شوف ازاي التمن اللي اتدفع من دم اخوتنا وولادنا الجنود في سينة وفي الداء وفي كل مكان في محاربة الارهاب علشان خاطر حماية قرار المصريين ده مش انت هنا الخناقة مهاش خناية نظام سياسي مع مع قوة سياسية مختلفة معا الخناقة هنا كانت انه في ارادة المصريين في انها تبني جمهورية جديدة الجمهورية الجديدة دي بحاجة الى امن واستثمار واستقرار وكل التفاصيل اللي بتتكلم فيها الا انه كان فيه تنظيم ارهابي يريد انه يفسد ارادة المصريين اللي تصدل ده هم ابطالنا من القوات المسلحة والشرطة فلو في 3 يوليو ابنتذكر زي ما وجهنا التحية للشعب المصري وللقائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي اتخذ هذا القرار الشجاع ايضا لكل جندي والكل زابط في الجيش المصري وفي القوات وفي الشرطة المصرية على ما تم بازله من تضحيات بالدم وبالجهد وبالمال لان انت عشان تفضل تكافح الارهاب ده صرفت فلوس طبعا وجهد كبير واستهلكت من طقتك وتدريبك وحرصك ويقازتك على مدار الـ 24 ساعة عشان نبقى النهاردة بنتكلم وبنفتتح قطار كهربائي وتحول كبير جدا في المشروعات القومية من المعروف دائما انه ليس كل ما يعرف يقال ان هناك دائما اعتبارات للامور ولكن في اجتماع 3 سبعة في اطار ما قد يقال ايه اللي شايف النائب محمد عبد العزيز انه ان الاوان قوله علشان الناس تعرف قد ايه قيمة 3 سبعة وقد ايه كانت هناك كواليس تم الاحتفاظ بجزء كبير منها يعني احنا لما جينا اتفرجنا على الاختيار في الكثير من التفاصيل ما كناش نعرفها زي ما ذكرت احنا ترافقنا سنتين حداشر واثناشر مرم بثلاثتاشر وبالرغم من ذلك واحنا الاثنين بنشوف الاختيار بالرغم انه كان ليك دور بارز ومهم مع الزمله في تمرد انا اظن يا محمد ان انت برضو تفاجئت زينا ببعض الامور اللي احنا شفناها في هذا المسلسل ايه اللي ممكن يتقال عن 3 سبعة ما حاكناش فيه قبل كده يمكن هي ما تقالتش بالتفاصيل لكن كان فيه اسرار على التواصل حتى اللحظات الاخيرة مع جماعة الاخوان لمحاولتنا هما يحضروا الاجتماع ويمكن الرئيس اشار لده النهاردة فيه لقاءه مع الاعلاميين فيه لكن بمنتهى الوضوح احنا رفضنا ده احنا كممثلين تمرد قلنا لأ ومش هنقعد مع الاخوان والاخوان سقطت شرعيتهم وغيره لكن الفريق محمد العصار رحمة الله عليه وانت تعلم هذا الرجل تحمل كثيرا جدا يعني من 2011 من الشخصيات اللي الحقيقة التاريخ هيذكر دورها جدا الله يرحب تواصل مع دكتور سعد الكتاتني كان الفريق العصار يجلس على يميني واحنا قلنا لأ وكان رأي الفريق العصار قولوا كل اللي انتوا عايزينه لأ مفيش حد هيحجر على رأيكم حلو وقلوا له فوشه فتواصل معاه رفض تماما انه يحضر وخاف من المواجهة لغاية اخر لاحصل سؤال هنا حتى انه الفريق العصار تواصل مع الكتاتني شخصيا وتعالى واقدروا مرتين حاول معاه تواصل ورافض الكتاتني تماما انه يحضر السؤال هنا هل جماعة الإخوان تعتقد انها ممكن تبقى طرف في اي حوار دلوقتي او في المستقبل؟ ده وقت مكان الشعب في الشارع بيرفضكو وبيقول يسقط حكم المرشد ورافض تماما سياستكو اللي خربت البلد على مدار سنة كاملة كان ما زال في محاولة من القائمين على مناقشة خارط الطريق في هذا اليوم لانكوا حتى تبينوا وجهة نظركوا ايه يمكن يطلع في نقطة اتفاق ولا يونه ما كانش فيه مساحة ابدا من نسبة لنا احنا لأي اتفاق لكن ما كانش فيه حد عايز يقفل كل الابواب كان بزلت كل المحاولات يا يوسف للإصلاح لكن هؤلاء أثبتوا للجميع مش بس برفضهم انهم يجيهم تلاتة سبعة كمان ردود فعلهم بعد تلاتة سبعة انك تختار مواجهة الشعب المصري هنا مش مواجهة القوات المسلحة ولا الشرطة مواجهة الشعب المصري بالسلاح وبالقتل وبالإرهاب والترويع وتعتقد انك ممكن تفرد إرادتك على المصريين ده أمر غير مقبول على الإطلاق ولذلك في وضوح في كلام الرئيس النهاردة وده وضوح نقولناه قبل كده لا مجال وغير مطروح على الإطلاق أي حوار مع هذه التنظيمات الإرهابية نقطة من أول السلم قولاً واحداً قولاً واحداً غير مقبول تماماً وغير مطروح أصلاً للنقاش أي حوار مع هذه التنظيمات الإرهابية حتى وإن أبدوا المستعداد وخطبوا الود وطلبوا مع لو عملوا كل ده مين يعود أم شهيد من القوات المسلحة اللي دفع أو من الشرطة المصرية اللي دفع تمن دمه علشان يحمي إرادة المصريين ويحمي دولة 3 يوليو 30 يونيو ولو أقروا في بيان بشرعية 30 ستة هي الخناعة بس وشرعية 3 سبعة وبشرعية هم غصباً عندهم شارع وبشرعية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمر تم تجاوز ده مع استخدام الإرهاب والعنف الخلاف ما عادش خلاف سياسي الخلاف فيه قصاص وفيه دم ونهاردة ولادنا اللي وإخواتنا اللي استشهدوا دول لابد من يعني إحنا دلوقتي عايزين القيادات بتاعتهم اللي هربانا برا دي عشان نحاكمها مش علشان نتحاور معها صح المكان الوحيد دلوقتي لقيدات الإخوان هو محاكمتهم على هذه الجرائم التي ارتكبت وليس الحوار معها الحوار هنا هو الخلاف في الرأي الذي لا يفسد للوطن قضية بس اللي هو القوى السياسية التي لديها وجهات نظر تختلف مع الحكومة تختلف مع الرئيس وهذا حقها وتطرح أراءها طالما أنه في إطار الرئي السلمي مهما كان هذا الرأي فيه شطط مهما كان هذا الرأي مختلف مهما كان هذا الرأي فيه انتقاد ده حقه إنه يبدي رأيه ويناقش السياسات ويطرح بدايل وربما تستفيد الحكومة ويستفيد القائمين على إدارة الأمور وكل الأطراف من أي رأيه قال إحنا في النهاية بتبني جمهورية جديدة محتاج لكل التقاط ومحتاج لكل الأراء ولذلك الحوار الوطني فرصة ذهبية للأغلبية وللمعارضة في إطار أنه حوار سياسي بلا إرهابيين أحسنت الختام شكراً وحياة أمي محمد أنت تعرف أن أحبك أديت وأظن أنه لازم أحدهم يقول كده من الناس اللي أنا اتشرفت بمعرفته ربنا أحفظك نهاردة 11 سنة صداقة ورفقة ومحبة ومودة فكان ليه شرف أن أنا قابلت ناس حقيقي زي محمد عبد العزيز وممكن فيه يعني أوقات أخرى أحكي لكو حواديد كتير على مجموعة كبيرة جداً من الرفاقة الواحدة تشرب بيهم كل الشرف نجدها محمد شكراً كايوزي ونورت وشرفت وانت طيب وأحسنت الخاتمة كل الشكر لك سيادة النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد مؤسسي حركة تمرد وصحبي اللي بتشرف بيه قبل الفاصل قولاً واحداً كل من خضبت يداه وتلوثت روحه وعقله ونواياه بالتخطيط وبالتحريض وبالدفع وليس فقط باستقباء بقيام أو اقتراف الجرم بيد ما لوش مكان على الترابيز لا ببيان الاعتراف ولا ببيان الاعتذار ولا ببيان الشرعية من عدد إحنا مش محتاجين حد يعترف بشرعية لا تلاتين ستة ولا تلاتة سبعة ولا يعترف بشرعية الرئيس خالص الشعب هو اللي قال الشعب هو اللي طالب هو اللي نادى ده ممدئياً يعني إنه هو النزف تلاتين ستة وهو اللي شرعاً تلاتة سبعة وهو اللي طالب بإن الرئيس يصبح رئيس الجمهورية مصر العربية حلو فما فيش أي شرعانة نحنا محتاجين أختم من حد ولا بيانات ولا اعتراف ولا اعتذار ولا بوس رجلين فوالنبي ما حد يتكلم باسم الناس تاني أبوس إيديكم فاصل ونكمل الكلام ومش هنبتعد تاني من ملفات التنظيم الإرهابي هنتحدث وخلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو الأستاذ أحمد سلطان الصحفي المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة انتظرونا جدليات العقل البشري مع النفس الإنسانية دي حدوتة تانية خلونا الأول نجدد الترحيب أو نرحب جدا بضفنا العزيز الأستاذ أحمد سلطان الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة منورنا البداية أن احنا قربنا نختم لكن احنا قاعدين مع بعض قاعدة تانية عشان نقوم واجب الضحية ضد الخرفان ماشي الكلام؟ أنا حاجزة هو نبدأ محمود عزت مين الرجل ده؟ محمود عزت هو الرقم الأهم تقريبا في معادلة جماعة الإخوان على مدار سنوات واحد من أبناء التنظيم القطبي أو التنظيم السري داخل الإخوان وهو الجناح المسلح وأحد كهنة معبد الإخوان انتمل الإخوان في الخمسينات تقريبا في بدايات عمره وكان من المجموعة اللي ألقي القبض عليها في تنظيم 65 اللي كان عايز يعمل انقلاب على الرئيس عبد الناصر وفي داخل السجن توطدت علاقته بالإخوان أكثر وأكثر وأصبح مع مجموعة معينة منها محمد بديع يعني من قادة الإخوان الفاعلين فبمجرد ما خرجوا من السجون بعد الاتفاقات اللي تمت مع نظام الرئيس السادات جاء يعني قامت مجموعة النظام الخاص أو التنظيم الخاص داخل الإخوان بإعادة بناء الجماعة يعني في الواقع من بعث الروح في الجماعة من جديد وضخ الدماء في شرايينها الواهنة كانت مجموعة التنظيم الخاص ومجموعة التنظيم الخاص وعلى رأسها محمود عزة ترى أنها قيمة على التنظيم هي وصية عليه ولا ترى أن هذا التنظيم ينبغي أن يتحرك إلا برؤيتها وإرادتها فبالتالي كل ما حدث وكل الخطوات التي أخذتها جماعة الإخوان كان محمود عزة يا إما مسؤول أول يا إما أحد المسؤولين المباشرين مع مجموعة منها محمد بديع ومحمود غزلان وخيرة الشاطر عن هذه القرارات دول مجموعة التنظيم السري داخل الإخوان لأن إحنا لما نتكلم على جماعة الإخوان إحنا مش بنتكلم على تنظيم واحد نتكلم على تنظيمين التنظيم العام ده المعروف ده اللي كان منه بعض جيل الحركة الطلابية في الإخوان وجيل العمل العام كما يسموا أنفسهم ومجموعة التنظيم الخاص ودول اللي ميالين لفكرة عسكرة التنظيم وأنه يكون صارم وفي ذهنهم أسطورة بيسموها فكرة النقاء الأيدولوجي والتنظيمي المتخيل لجماعة الإخوان فهذه المجموعة هي رأس الحقيقي لجماعة الإخوان حتى لو كان المرشد من خارجها هي تدير المسألة من الداخل وفي فترة السبعينات كان هناك مرشد سري هو المهندس حلم عبد المجيد لأنه كان هناك مرشد علني للتنظيم العام هو عمر التلمساني ومع أنه كان عمر التلمساني يعني واجهة كارزمية عند كتير من الإخوان إلا أنه كان أمور التنظيم يدرها ويحركها مجموعة التنظيم الخاص ومنهم محمود عزت طيب بما أنه دائما للجماعة مرشد سري لماذا لا يظهر هذا المرشد السري ليعتلي منصب المرشد علنا عيانا بيانا في النهاية الجماعة طالما وصفت نفسها بأنها المحظورة مع أنه مقر المانيا اللي كان علي يفطأت دي كده هو ببساطة إحنا هناك ديناميكيات عديدة تتحكم عمل جماعة الإخوان مسألة المرشد السري يعني مجموعة النظام الخاص هي مجموعة تملي العمل السري باعتبار النشأة التي نشأت فيها وباعتبار الخلفيات التنظيمية فهي دائما لا تحب أن تظهر للعلن هي تأتي بشخص يكون وجهها لكن مقاليد الأمور داخل التنظيم تكون في أيديها ففكرة أنه يتحول من مرشد سري لمرشد علني فيه خطورة عليه أولا لأنه يبقى مكشوف ثانيا هي تم ملاحقته بشكل دائم من قبل الأجهزة الأمنية والإخوان لا تريد ذلك يتلجأ إلى التعمية الجماعة تحترف العمل السري وحتى إن قالت أنها تعمل في المجال العام لكن فكرة العمل السري لها حيز في ذهنية الجماعة سأتكلم على التنظيم الخاص ظل سنوات طويلة أكثر من عشر سنوات موجود في فترة الملك ولا أحد يعلم عنه شيء هذا التنظيم اخترق المؤسسة الدينية واخترق الأحزاب واخترق القوات المسلحة واخترق الشرطة واخترق كل الكينات التي كانت موجودة دون أن يكتشف وكان يعني يجيد العمل تحت سطار الهيئة العربية لدعم فلسطين وما إلى ذلك إلى أن اكتشف فجأة أن هناك تنظيم متفرع ويستعد ويرصد الأهداف للحظة ما يسميه بلحظة الحسب وطبعا احنا شهدنا بعد 2013 محاولات لإعادة التنظيم الخاص للإخوان في صورة أو نمط الحركات الإخوانية المسلحة التي كانت يعني جزء من خطة سميت خطة الإنهاك والإرباك والحسب وها كانت خطة عسكرية تقوم على إسقاط الدولة والسيطرة عليها بالسلاحة طب هل من المعقول أن هذا التنظيم أو النظام الخاص اكتسب خبراته بشكل ذاتي ولا أنه كانت هناك جهات مساعدة أو معاونة من خارج البلاد بأي شكل من الأشكال احنا خلينا يعني لا نغرق في الحديث عن التاريخ نتحدث عن الواقع والقريب يعني احنا نتحدث عن التنظيمات الإخوانية التي نشأت بعد 2013 ويعني دائما الإخوان يعني تجيد اللعب على أوراق التاريخ وتقول أنها لم تنشئ كينات مسلحة في الواقع هذه الحركات نشأت بناء على موافقة رسمية من محمود عزت وهذه الموافقة بعد أن رفعتها اللجنة الإدارية العليا الأولى برئاسة محمد كمال وكانت تسمى بخطة أغسطس داخل الجماعة اللي هي خطة الإنهاك والإرباك والحاسم نموذج عمل هذه الجماعات أو هذه المجموعات المسلحة يكشف أنها كانت تتلقى تدريب في الخارج وفي محاضر التحقيقات كثير من أعضاء هذه الجماعات أو هذه المجموعات التي كانت مرتبطة بشكل وثيق بالإخوان قالوا أنهم تلقوا تدريبات في دول أسيوية وفي دول مناهضة لمصر شاملت تدريبات أمنية وتدريبات عسكرية وتدريبات على أعمال الاغتيال وتدريبات على حروب العصابات وبعض هؤلاء شاركوا في محاولة لاغتيال النائب العام المساعد في عام 2014 تقريبا وهذه المحاولة كان هدفها اغتيال النائب العام نفسه لكن نتيجة خطأ مجموعة الرصد قامت باستهداف النائب العام المساعد وظنت أنه النائب العام لأنها كانت تريد اغتيال النائب العام مرة أخرى بعد المستشار هشان بركت حتى تكون رسالة رعد فمسألة التنظيمات بالفعل تلقت دعما لوجستيا ودعما فنيا من الخارج وكان هناك تدريب وكان هناك معسكرات تدريب خارج البلال وهو ما نشرته هذه المجموعات صراحة في العديد من الإصدارات المرئية التي وثقت فيها لنفسها ولنا أيضا هذه العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها وده مش مستغرب لأنه قابلت في ليبيا مجموعة من القيادات العسكرية بتاع الداعش وقالوا صراحة أن تدريبهم كان فيه أكاديميات عسكرية مش هو مناطق أكاديميات عسكرية في أوروبا لا داعي الآن لذكر اسم الأكاديمية ولا الدولة بس يعني فيه أمور كتير اتنشرت فيما بعد ذلك لكن هنا هرجع ومن الأقوى محمود عزة ولا الجماعة محمود عزة ولا الجماعة وممدوح الحسيني وغيرهم رأوا فيهم أن هؤلاء يمثلون شباب محمود عزة وشباب المجموعة المرافقة له لأن هؤلاء كانوا يرون أن قيرة الشاطر وأمثاله هم الضمانة الحقيقية لاستمرار فكرة أن قائل الأيدولوجي والتنظيمي داخل الإخوة فهم استقطبوا هذه المجموعة وعملوا على تصعدها تنظيميا ويعني أعطوها مفاتيح التنظيم حقيقة لكي تتحكم فيها وتدير الجماعة في حال غابت مجموعة محمود عزة أو غيره فهو مسألة من التواصل الجيلي هو ينقل أفكاره ويعيد استنساخ نفسه حتى يكون هناك محمود عزة أخر ففي الواقع محمود عزة كان الرقم الصحب محمود عزة هو الجماعة في وصفك أو في تعبيرك بالتحديد هو الجماعة في مصر وليه هو الجماعة في التنظيم الدولي إذا نظرت للتنظيم الدولي والتنظيم الدولي الآن دوره تنسيقي التنظيم الدولي رأسه هو التنظيم المصري فمن يمسك بالتنظيم المصري يمسك بالتنظيم الدولي ويعني فيما بعد 2013 وفي المرحلة التي اختفى فيها محمود عزة كانت إدارة التنظيم الدولي تتم بالتشاور ما بين ثلاثة من كبار قيادات الإخوان أو أربعة هم محمود عزة وكان هناك قناة تواصل سرية مع محمود حسين في تركيا وكان هناك أيضا جمعة أمين عبد العزيز في لن وهذه المجموعة خرجت قبل أحداث تلاتين ستة لأنه كانت الجماعة تتوقع أنه ربما يتم الإطاحة بها فتدار المسألة التنظيم الدولي بالتنصيق مع من تبقوا في الداخل من تركيا ولندن وهو ما حدث بعد 2013 فمن يمسك بمقاليد الأمور داخل التنظيم المصري يمسك بالتنظيم الدولي وهذا منصوص عليه في لائحة التنظيم الدولي لأن التنظيم الدولي له أيضا مكتب إرشاد ويسمي مكتب إرشاد العالمي ولو مجلس الشورى يسمي مجلس الشورى العالمي لكن غالبية أعضاء مكتب الإرشاد العالمي وغالبية أعضاء الشورى العالمي هم من التنظيم المصري أكثر من النصف تقريبا هم الأغلبية فالآن مؤسسات حتى التنظيم الدولي سواء ربطة الإخوان في الخارج أو القطاعات الدولية السابعة التي هي تابعة للتنظيم الدولي كلها موجود فيها قيادات مصرية وهؤلاء من أبناء محمود عزت أو رفاق محمود عزت يعني اتنين من أهم الأرقام الصعبة أيضا في جامعة الإخوان في الوقت حال مصطفى طلبة هو صهر محمود عزت بالمناسبة وأيضا كان لدينا محمد عبدالوهاب وهو أيضا قريب من محمود عزت وهؤلاء في النهاية هم رجال عزت المخلصين داخل التنظيم والروابط التي تجمعهم به تجعلهم مخلصين له تمام فبالتالي هو الرقم الأهم في التنظيم طيب أنا المفروض الحلقة خلصت تعال نحضر تحضيرها صغيرة للحلقة اللي جاية ومن بجملتين من هو الرجل الأقوى؟ محمود عزت أم مؤسس بنك التقوى يوسف نادا من يقود الجماعة حتى لو قلتلي يوسف نادا رجل تخطى التسعي عارف بس لازالة وعيا وهبقى أحكي لك على جنب اللي لازالة وعيا من الأقوى؟ محمود عزت ولا يوسف نادا اللي مول الخميني زمان ومن صاحب القرار؟ يوسف نادا باعتباره المسيطر الفعلي والمؤسس الحقيقي للروافد المالية للجماعة والتحركات المالية بتاع التدفقات الأموال حتى تغيب وتتوه لتصل إلى المنافس غير الشرعية اللي بيعودوا وصنفوا فيها فلوس للجماعة وأحنا من أموال التبرعات بتاعت الناس الطيبين والغلابة اعتبر أنه ده التفكير المشترك اللي ما بيننا إلى أن يحين لنا بإذن الله في القريب لقاء آخر نتكلم فيه في نفس ذات الموضوع أشكرك جدا على أنك نورتنا أشكرك على أنه فعلا قلتلي المرة دي كلام لم نعتاد سماعه وده شيء مهم جدا من الباحث اللي زي سياتك الباحثين الحلوين كده شكرا جدا صديقنا العزيز ضفنا الرائع الأستاذ أحمد سلطان الباحث المتخصص فيه شؤون الحركات المتطرفة ولو كلنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله وبرنامجكم أتسعة سلامات